في صولتين عزومين على أوكار عصابات داعش والنقشبندية وحلفائهما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وقوات العمليات الخاصة وبإسناد من سلاح الجو العراقي من تطهير العقد الرئيسية في الطريق الدولي السريع المؤدي إلى سورية في منطقتين الكيلو 125 والكيلو 70 شرقين رطبة وتطهير منطقة المشاهدة شمال بغداد وتكبيد الإرهابيين 51 قتيلا و23 عجلة مسلحة وفيما واصلت الطائرات العراقية المسيرة والسيخوة المقاتلة دك حواظن الإرهاب في مناطق الزوية في صلاح الدين والسعدية في ديالة والهياكل في الفلوجة ومحيط معسكر البكر في تكريد مكبدة الإرهابيين 75 قتيلا بينهم 25 انتحاريا عربيا وأجنبيا مفخخا أكملت القوات العراقية وقوات المتطوعين تحشدها على محيط الموصل بانتظار ساعة صفر تحريرها من عصابات الموت والإرهابي والجاهلية الجديدة أنتم قوة مدربة مجهزة معاكم قوة نارية هائلة مسنودين بطيران الجيش بالقوة الجوية بالدبابات بالمدفعية بكل شيء هندسة عسكرية وكلتنا معاكم قياداتكم وحنا كلتنا وياكم والدي هي هاي مفتاح إن شاء الله دحروا هزيمة هؤلاء وعلى أيديكم إن شاء الله أنا أشوف هنا أنتم من وحدات الدرع ومن المشاة الآلي ومن مكافحة الإرهاب وأشوف من الشرطة ومن الصوات هو هذا يومكم إخواني وكشفت استخبارات وزارة الداخلية العراقية عن قيام نظام آل سعود بطبع عملة نقدية خاصة بما يسمى بدولة الخلافة تحمل صورة تقريبية للمجرم أبو بكر البغدادي وقد تم تداول ما يربو على المليون دينار منها في بعض مناطق الموصل وتكريت وديالة نادي العبيدي تلفزيون العربي السوري بغداد